عزائم تنمو بشأوها الأمم والعزم تعلو برايته القيم وبالدين نسمو في مسيرتنا وعند الله الكريم عز ومغتنم ألا يا أخي لا تيأس فقولتنا اليأس عقباه الموت والعدم ألا يا أخي لا تيأس فقولتنا اليأس عقباه الموت والعدم فكن حذرا لا تنلك هزيمة فالمؤمن القوي تعلوه الهمم فالمؤمن القوي تعلوه الهمم فالنصر لا شك ماض لثغره إذا ألفت كبار النفس الهمم فالنصر لا شك ماض لثغره إذا ألفت كبار النفس الهمم ألا يا أخي لا تيأس فقولتنا اليأس عقباه الموت والعدم اليأس عقباه الموت والعدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يدخلنا مدخلهم ويوردنا موردهم فهو ربنا وهو أرحم الرحمين آمين آمين أما بعد معاشر الصالحين والصالحات يتجدد لقاؤنا معكم عبر هذه الحلقات حول موضوع الهزيمة النفسية وتذكرنا في الجزء الأول من الحلقات عن أعراض الهزيمة النفسية ثم مررنا إلى جزء الثاني الذي خصصناه لذكر الأسباب أو بعض الأسباب المفضية إلى هذه الهزيمة وبلغنا وإياكم السبب السابع ألا وهو صغر طموحات المسلمين سبق معنا الكلام عن هذه النقطة على أنها عرض فقد تكون عرضا وتمظهرا للهزيمة النفسية وتكون أيضا سببا مؤديا إليها فيكون طموح المسلمين محدودا وتقصر همته عن أن يكون صاحب همة عالية في هذا الباب فكما يقال الذي يتهيب ويخشى من صعود قمة الجبل فهو يمضي حياته دائما يعيش في سفحه وعلى حد قول الشاعر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر رويا عن أحد الصالحين وكان على قدر كبير من العلم والشجاعة والديانة قال لابنه تريد أن تكون مثل من يعني من تريد أن تشبه فقال له ولده أريد أن أكون مثلك فقال له لا لا تجتهد لتكون مثلي بل اجتهد لتكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك إذا اجتهدت لتكون مثلي فلعلك لا تصل إلي لكن إذا اجتهدت لتكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكون أفضل مني وهذا ما يعبر عنه البعض وعندما يعني يشجع من يريد الرماية يقول له إذا أردت أن ترمي يعني ترمي بسهم أو بحجر أو شيء من هذا القبيل أو من باب التسديد يقول له إذا رميت فرمي النجم أي رمي النجم يعني اجتهد لتصيب النجم عسى أن تصيب المئذنة يعني على الأقل أنت لن تصيب النجم لكن على الأقل سيكون طموحك كبيرا تستطيع معه بلوغ أكبر قدر الممكن وكل من جرب مثلا التدريس عندما يحفز أبنائه وبناته من التلاميذ والتلميذات والطالب والطالبات يقول لهم إذا اجتهدتم لتحصلوا على درجة مثلا ثمانية عشر من أصل عشرين فأقصى ما قد تصلون إليه هو ستة عشر من أصل عشرين ومن اجتهد ليبلغ فقط المعدل لعشر من أصل عشرين فهذا إن بلغ سبع درجات من أصل عشرين فقد يعد نفسه من المحظوظين إذن من بين الأسباب المؤدية إلى هذه الهزيمة ضمور الطموح وصغر الطموح وقصر الهمة وسفساف الأمور من الأسباب المؤدية للهزيمة النفسية أيضا هو عيش المسلمين لعل هذا من أهم الأسباب هو عيش المسلمين بعقدة المغلوب والمنهزم لأن الإنسان وهل ذكره ابن خلدون وذكره غيره أن الإنسان إذا كان مغلوبا في مجموعة من الميادين ومنهزما فيها فإنه يعيش بعقدة المنهزم المغلوب وكأن الله خالقه ليبقى منهزما حياته كلها إذن ما الذي يصنعه هذا المهزوم أقصى اجدهاده يكون في تقليد غيره من الذي يرى فيه الغلبة والقوة وأخذ ما عنده بغض النظر عن ذلك الذي يأخذه هل هو فيه خير هل هو فيه شر هل هو فيه غث أم فيه سمي ابن خلدون رحمه الله يصف هذه النفسية في مقدمته الشهيرة فيقول إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده لما يشرح ابن خلدون هذه المسألة فيبين ذلك بأن السبب هو أن النفس تعتقد النفس يعني المهزومة تعتقد الكمال في من غلبها فيعني تنقاد إليه إما لنظرة منها له بالكمال أو لما تغالط به نفسها من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي لكنه لكمال الغالب بمعنى هذه العقدة عقدة المغلوب كما يذكرها ابن خلدون رحمه الله أن الإنسان إذا هزم في مجموعة من الميادين خصوصا إذا تعددت الميادين إذا هزم في مجموعة من الميادين فإنه ينظر إلى الذي غلبه على أنه جهة أو مخلوق أو مؤسسة أو دولة قد بلغت درجة الكمال لذلك لا يقول أن اتباعي له الآن إنما هو رهيل بالظرفية التي نعيشها ولو كانت لي القوة والسطوة لكنت أنا الغالب وكنت أنا الذي يؤثر لغا ذلك لا إنما يعيش بعقدة المنهزم المغلوب فيظن أن الذي غلبه غلبه لكماله فإذا عشنا بهذه العقدة واعتقدنا أن الغالب هو كامل ففي هذه الحالة لا يمكن لنا أن نجتهد ولو بالحد الأدنى لتغيير هذا الوضع إذن سنبقى دائما حاكمين على أنفسنا بالبقاء داخل هذه الحلقة المفرغة التي هي حلقة الهزيمة النفسية وأدنى تفحص في واقع المسلمين وبكل الميادين نجد تقليدا شبه أعمى لجميع أمور من نعتقد أنهم غالبون لكمالهم والله المستعان هذا طبعا قد يدخل فيه عدد من الأسباب الأخرى نحن ذكرنا ما تيسر وحتى لا نطيل على أن توقف فيما يتعلق بالأسباب الداخلية في هذه الأسباب لكن لعلنا لا نضيف سببا آخر وهو قضية الإحباطات التي تعيشها المجتمعات المجتمع مثلا لو أخذنا هذه العشارية الأخيرة من سنة 2011 إلى سنة 2021 الآن مع ما عاش فيها العالم العربي على وجه الخصوص من محاولات للتغيير نحن لسنا الآن بصدد الحكم على هذه المحاولات أو تقييمها لكن هذا من باب التوصيف وهذا واقع ما له من دافع لما بدأت ثورات مصطولها عليه إعلاميا بالربيع العربي لغير ذلك سواء اتفقنا أم لا نتفق فهذه الثورات حملت معها مجموعة كبيرة من الآمال ومن الطموحات التي كان يعتقد الشباب على وجه الخصوص أنها سوف تأتيه بتغيير يرد إليه عزته ويفتح له آفاقا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الوظيفي لغير ذلك ثم ما لبتت هذه الثورات أن عاش معها الناس مدة زمنية معينة ظنوا أنهم يستنشقون فيها عبقا طيبا من التغيير فإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب فيعيش الشباب إخفاقات ظنوا أنهم مع ذلك يستحيل أن تقوم لهم بعد ذلك قائمة فما كان من هذه الإخفاقات إلا أن كرست في قلوب الشباب على وجه الخصوص وفي قلوب المسلمين وأذهانهم على وجه العموم أن المجتمع العربي الإسلامي إنما هو محكوم عليه بأن يبقى في هذه الحالة الإنهزامية النفسية طبعا من الأسباب التي ذكرنا إنما هي أسباب داخلية وهناك أيضا أسباب خارجية يعني لعلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إليها فيما يتيسر من وقت الحلقة المقبلة ونسر الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عزائم تنمو بشأوها الأمم والعزم تعلو برايته القيم وبالدين نسمو في مسيرتنا وعند الله الكريم عز ومغتنم ألا يا أخيلاتي أسف قولتنا اليأس عقباه الموت والعدم ألا يا أخيلاتي أسف قولتنا اليأس عقباه الموت والعدم فكن حذرا لا تنلك هزيمة فالمؤمن القوي تعلوه الهمم فالنصر لا شك ماضي لثغره إذا ألفت كبار النفس الهمم فالنصر لا شك ماضي لثغره إذا ألفت كبار النفس الهمم ألا يا أخيلاتي أسف قولتنا اليأس عقباه الموت والعدم اليأس عقباه الموت والعدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر